مقاومة صناعة الخمور النحلية في ليبيا من وجهة نظري أن تكتفوا الوعي لدى الشباب تطورهم بيئة مناسبة وتوفرهم احتماجاتهم من ساكن من تسهيلات ما إلى ذلك يعني توفير البيئة المناسبة لدى الشباب والشباب الرغم لا يريد شيء إلا الحاجات اليومية ويكون نعيش مستهني ومستريع فيها الولاد عادي تشوف أن هذا حل يبتعد على الخمور؟ هذا أنسب حل أصلا ومع ذلك يعني تضييق الخناق على الجيات التي توفر في الخمور ومع ذلك الجيات الأمنية تكتف جهودها أتمنى على توصيل الشيادة لبلادنا شكرا لي معاشا العاف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله من وجهة نظرك شنو الحل لمقاومة صناعة الخمور المحلية في ليبيا؟ والله من وجهة نظري نرى أن مفروض أن الجيات الأمنية تقوم بدورها بشكل فعال في البلاد تضييق الخناق على الناس التي تتروج لشيء هذا لتضر بلادنا وتفسد الشباب المتاعنا في المجتمع الليبي ومفروض أن البلاد تسهل بصفة عامة تسهل التسهيلات اللي لازمة للشباب في الشيء هذا ومفروض أن يتعدوا على الشيء هذا والله من وجهة نظري أن تكتفوا الوعي لدى الشباب وتطرقونهم بيئة مناسبة وتوفرونهم حتياجاتهم من ساكن من تسهلات ما إلى ذلك يعني توفير البيئة المناسبة للشباب والشباب الرغم لا يتبي شيء لحاجات اليومية ويكونوا نعيش متنى ومسريعة فيها البلاد علي تشوف أن هذا حل أنه يبتعد على الخمور هذا أنسب حل أصلاً ومع ذلك يعني تضييق الخناق على الجيات اللي توفر في الخمور مثل الجيات الأمنية تكتف جهودها وتمنع التوصيل الشيادة لبلادنا شكراً لي معاشاً العافظ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله من وجهة نظرك شنو الحل لمقاومة صناعة الخمور المحلية في ليبيا؟ والله من وجهة نظري نرى أن مفروض أن الجيات الأمنية تقوم بدورها بشكل فعال في البلاد بالتضييق الخناق على الناس اللي تترويج لشيء هذا لتضر بلادنا وتفسد الشباب المتاعنا في المجتمع الليبي ومفروض أن البلاد تسهل بصفة عامة تسهل التسهيلات اللي لازمة للشباب في الشيء هذا لكي يبدو على الشيء هذا إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة